السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليز اولاين. اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الاول الاعداد. في فيديو النهاردة بازن الله هحل معاكم تمارين كتاب جيم نسخة عام الفين واربعة وعشرين. وهنا نحل النهاردة الاسئلة خاصة بالدرس التالت والرابع من يونت ثري. الاسئلة ديت معانا من اول بيتج 123 الى 128. هنبدأ كده يلا بصفحة 123 وباكد بس عليك ضروري جدا تنزل تتفاعل مع الفيديو باللايك والتعليق واشتراك في قناتنا مجانا وفعل زر الجرس عشان وصل لك فيديوهات الفترة اللي جيه على طول. يبقى انا بحب ايه? لان انا جايد فيه الرسم. يبقى فيه هنا رسمي يبقى بالتالي انا كده جايد ويبقى حب مادة ايه? الرسم. يبقى هنا احنا قلنا ان اللي بيجي بعدها الفعل اللي فيه ing هو الفعل go. يبقى go بتتبع بفعل مضاف لأولاد ing. بيجي بعدها verb plus ing. ومعناها ان انا غالبا بزهب بالسباحة في ايام من قمع. يعني انا مش حابب ولا احب هذا البرنامج. لان اعتقد ان هو ايه? طبعا هنا البرنامج ده ايه? البرنامج ده جماد. واحنا قلنا الجماد بياخد الصفة اللي فيها ing على طول. يبقى يا اما هنا boring. yeah interesting. وبالتالي هنا استخدم ايه? استخدم boring. واخد بالك هنا اصلا الموضوع ما روش علاقة باستخدم ing ولا ايدي. هو هنا بس بيقول ان انا لا احب البرنامج ده لانه هو اكيد ايه? ممل. لكن cool يعني رائع. interesting. شايق وممتع. good يعني جايد. ودي صفات كويس. a busy person is always. الشخص المشغول دايما بيعمل ايه? دايما بيعمل اشياء. ويقوم بعمل اشياء اللي هي doing something. ممكن يجيب لك في الامتحان العكس. يشيل كلمة busy. ويجيب لك النقط هنا. ويحط لك doing something هنا. ويخليك انت تختار كلمة ايه? busy. بتاخد بالك من الاختلافات دي. something scary makes you feel. الشيء المخيف بيجعلك تشعر. يبقى بيجعلنا اشعر بالخوف. وخائف طبعا يعني frightened. tamir is writing about his weekend in his online. tamir بيكتب عن عطلة الاسبوع بتاعته في ال online ايه? اي واق المفكرة والمفكرة والمدونة اللي هي على انترنت اللي هي بنقونة على online diary. اللي هي اصلا اللي هي كلمة تانية اللي هي blog. بعد كده بقول لي هنا person knows a lot. شخص بيعرف كثيرا بيعرف حق كدير. ده الشخص اللي هو الماهر والزاكي. الماهر وزاكي يعني كلمة. لكن مش الحزين الساد ولا البز المجهول ولا الbrave الشجاع. a blog المدونة اللي استقللين عليها من شوية. is a or an. on which someone writes regularly. اللي فيها الشخص بيكتب بشكل منتظم. يبقى هي عبارة عن ايه? عبارة عن موقع على الانترنت. يبقى البلوك ديت ويبسايت. موقع على النت. people often feel الناس غالبا ما ابتشر بايه? when they are unhappy about something. لما يكونوا غير سعداء بخصوص شيء ما. يبقى ساعتا انت ما يكون مش ساعت بخصوص شيء بتبقى متدايق. ومتدايق او غاضب يعني angry. a sensible person. الشخص الحكيم والعقلاني. good decisions. وانها هديات مهمة جدا. يبقى قرارات جيدة. يبقى بيتخذ قرارات جيدة. يبقى makes. makes good decisions. i like history. انا بحب بتعلم عن ايه? انت بتحب التاريخ. والتاريخ ده يعني الماضي. والماضي يعني past. ممكن انطاعي اولاد past او past. Alice is the main. وبعد كده in the story I read. طبعا هنا هنطاع red في الماضي عشان انا كرأتها خلاص. يبقى بقولك Alice دي الشخصية الاسية اللي في القصة اللي انا كرأتها. وممكن اخلى لها برضو ايه? in the story I read. في القصة اللي انا بقراها. هنا بقى في number twelve. واللي Alice is the main. يعني Alice دي الايه الرئيسية? in the story I read. في القصة اللي انا كرأتها. يبقى هي الشخصية الاساسية في القصة اللي انا كرأتها وشخصية طبعا يعني character. she is a wise girl. وكلمة wise معناه حكيم. يبقى هي بنت حكيمة. this means she is. ده معنى ان هي بنت ايه? ah sensible. يبقى دي اللي هتحلي لك الجملة. يبقى كلمة wise يعني ايه? يعني حكيم. فلما تشوف wise اخطر معا ايه sensible. في الصفحة اللي بعدها number one بقولي a brave person is happy to do something. الشخص الشجاع بيبقى مبسوط ان هو بيفعل شيء خطير. dangerous. my father is. he thinks well. هو بيفكر بشكل كويس. لانه هو ايه sensible. لانه حكيم. معاقد. she is. بعد كده person. she shouts at people. بتصيح في وجه الناس. يبقى بالتالي هي شخص ايه? مخيف. زي اللي هي the queen of hearts. ملكة القلوب. ومخيف طبعا يعني scary. a blog is a run diary. البلوج اللي هي المدونة بقولي ان هي عبارة عن مفكرة عبر انترنت. وبالتالي بنقول عليها online diary. احمد likes. احمد بيحب ايه? because he loves learning. about the past. لانه بيحب يعلم عن او يتعلم عن الماضي. والتالك لما تشوف الماضي. يبقى باختار معاها مادة الايه? history. التاريخ. he didn't do his homework. هو لم يقم بعمل واجبه. so the teacher is very. لذلك المدارس ايه? اكيد. midday. angry. i always. وعد كده sport on holidays. my favorite sport is football. رياضة المفضلة هي كرة القدم. وبالتالي هنا السبورت بيجي معها ايوه بيجي معها play. play sport يعني امارس رياضة. she is good at art. هي جيدة في مادة الرسم. she loves. وبالتالي مادة الرسم يجي معها الفعل ايه? يا اما drawing. يا اما painting. يا كده يا كده. وبالتالي نختار هنا painting اللي هو التلوين. لكن دية جايبها برضه عشان لغبطك عشان شباهها اللي هي printing اللي هو الطباعة. I like mass. I am quite good at mass. انا جيدة الى حد ما في مادة رياضيات وقولناك ان كلمة mass وكلمة art بيجي معهم الفعل do. اللي هو معناها تدي معنى هنا يقوم بحل مساء الرياضية. وبالتالي نستاذ امي doing. I like reading books. بحب كراءة الكتب and وبعد كده stories. وبالتالي بحب كراءة الكتب وحب كتابة الكصص وكتابة يعني writing. وبعد كده بقول we can't live without. لا نستطيع نحيا ونعيش بدون ايه? بدون طبعا القلب. مش كده? اللي هو heart. ما نقدرش نعيش من غير القلب. who is the main of the story? من هو الايه? الاساسي في القصة. يبقى من هو الشخصية الاساسية في القصة. اللي هي character. I usually go swimming on Fridays. عادة ما بذهب باستباحة في ايام الجمعة. I do it. انا بعمل ده بشكل منتظم. وبشكل منتظم يعني regularly. في بيج 125 في دالج مهم جدا وكان جاي في متحان الشرقية في عام 2022. ولين نوها is asking Sarah about reading. يبقى نوها بتسأل سارا عن القراءة. فنوها بتقول لسارا hi Sarah how are you? كيف حاله? بالسؤال ده بالكروكتي جدا ولما يجي بترد تقول I am fine thank you. انا بخير شكرا لك. طبعا ممكن اكتب كلمة thanks. او thank you. اللي اتنين صح. بعد جدا انا بتقول لها do you like reading? هل انت بتحبي القراءة? يا طرح تقول yes I do. ولا هتقول no I don't. كمانية الجملة اللي بتحدد. بتقول I like reading books very much. ده انا بحب قراءة الكتب جدا. يبقى هنا قالت ايه? yes I do. هتسأل هنا سؤال نوها التانية عليت لها I read books. add the library. انا بقرأ الكتب في المكتبة. يبقى اين تقرأي الكتب? يبقى where? بس انا على المكان بwhere. ويبقى تنسى بعد كم استفهام الفعل المساعد. الفعل المساعد هنا بتجيبه من الفعل. هنا الفعل هنا في المصدر يبقى استخدم do. مضاف له s. استخدم does. جاي في الماضي استخدم did. لكن بتستخدم is و are هنا في السؤال لما يكون اصلا is و are موجودة فين في الاجابة. where do you? الفعل. وبعد الفعل الفعل الاساسي اللي هو read. وبعد كده كلمة ايه? books بقى. يبقى where do you read books? اين تقرأي الكتب? هتلاقى في المكتبة. بعد كده يعني كتاب المفضل هو مغامرة او مغامرات الاس في بلد العجاب. يبقى ما هو كتابك المفضل? what is your favorite book? واخر حاجة بتقول لها is it interesting? هل الكتاب ده ممتع يعاني مشايق? هتقول لها ايه? yes it is. تعالي دلوقتي هنحل مع بعض التست اللي بيكون على التارسي الثالثة والرابع وده موجود معانا في 2127. وبأكد عليك ضرور يا جماعة لو لسنا اتفعلتوش مع الفيديو نزولو حالا نزولو لايك وعليه التعليق واشتراكو مجانا في قراطنا وفعلو زر الجرس. I like reading short stories so much. بحب كراية القصص القصيرة جدا. One of my favorite stories is Alice's adventures in Wonderland. واحدة من قصص الممتع ليا هي مغامرات الاس في بلاد العجائي. It is a famous children story. هي قصة اطفال مشهورة. Alice had a lot of adventures in Wonderland. يعني الاس قامت بعديد من المغامرات في بلاد العجائي. She met a lot of interesting characters. يعني قابلت كثير من الشخصيات الممتعة. خد بالك لو انت عاوز تكتب باراجراف عن كتابك مفضل ممكن تكتب واحد زي ده بالضبط. يعني ده كده ينفع باراجراف عن كتابك المفضل. فممكن تبقى تذكر القطعة دي كأنها باراجراف بالضبط. يبا احنا قلنا ان هي بتقابلت آآ شخصيات كتير ممتعة. Wonderland was a strange but interesting place for Alice. يعني بقول ان هو مكان غريب ولكنه ايه ممتع بالنسبة لالس. Alice was a sensible brave and clever girl. يعني بقول ان الاس كانت بنت ايه بقى حكيمة عقلة شجاعة وزكية. يعني بيقول ان هو قبلت الارنب الابيض. يعني بقولك ان هو كان دايما متأخر وبيجري بسرعة. القطة is a funny animal which helps Alice to find different places and characters. يعني هو شخصية او حيوان مضحك. وكمان بيساعد Alice في ايجاد الاماكن المختلفة والشخصيات المختلفة. the queen of hearts was a scary person. ملكة القلوب شخصية مخيفة. but Alice was not frightened of her. ولكن Alice ما كانتش بتخاف منها. اول سؤال كده بقولنا what is this passage about? القصة ديت او سوري القطعة ديت ياولاد بتتكلم عن ايه? طبعا القطعة دي بتتكلم عن قصة. قصة Alice في بلاد الايه العجاب. يبقى نقولها ازاي? نقول. it is about. انها عن. عن ايه? about the story of. وتكتبها اسم الايه? القصة. اللي هي آآ Alice. Alice's Adventures in Wonderland. السؤال اللي بعد يجابه. how did the cheshire cat help Alice? ازاي القطة cheshire هنا بيساعد او ساعد Alice. عمل لها ايه عنه? طبعا هو ساعدها. او. to find different places and characters. يبقى هي helped her. ساعدها. ونكمل بقى اللي هو ايه? to find the different places and characters. بعد كده هنا بقول لي what do you think of Alice? يعني ايه رأيك في البنت Alice? طبعا احنا قلنا ان هي موصفة بيه شوية حاجات كده ان هي في الاول طبعا انت بتعبع على رأيك وبتقول I think she is. والصفات بها اللي احنا وصفناها بيها ان احنا قلنا عليها ان هي a sensible brave and clever girl. but I think she is a sensible brave and clever girl. the underlined pronoun her refers to her المجدود تحت خط ديات بتشلي ايه? هنرجع تاني كده ونرجع لجملة اللي قبلها بقول لي هنا Alice was not frightened of her. Alice ما بتخافش منها. يبقى منها دي اتعايد على مين? اعايدة على queen of hearts. Alice's adventures in wonderland is story. طبعا قصة ايه? ايه? او قمارات الاس في بلادي عجب بيه قصة اطفال. يبقى ولا children's story. the underlined word famous means. طبعا famous احنا عارفين ان هي مشهور. ايه الكلمة اللي تدي نفس معنى مشهور اللي هي well known. well known يعني معروف جيدا وبالتالي الشخص المعروف بيبقى مشهور. سؤال اللي معنا بعد جاء سؤالي choose وهنا بقول لي he is very. وبعد كده في الجملة التانية بقول لك he has a big smile. عنده ابتسامة كبيرة يبقى بالتالي هو شخص ايه funny. متحق. Alice had a lot of. يعني حزت بكثير من ايه? in wonderland. كثير من المغامرات اللي هي adventures. Sally is always angry and she shouts. people. shouts بتدبع بحرف الجر ايه? ايوه. ات. يعني شاواتس اتنا ما بتصيح في وجه الناس. he is very. عاوزين نوصفه بصفة في الجملة التانية بقول so he is not frightened of anything. ما بيخافش من اي شي. يبقى بالتالي هو شخص ايه brave. شو جاعة. my grandfather جدي is. وعاوزين برضو نوصفه بصفة بقول he gives us good advice. بدينا ايه? نصيحة جيدة. وبالتالي بما انه بدينا نصيحة جيدة اولاد يبقى هو شخص حكيم معقلاني. sensible. she is the of this country. لهذه البلد. she is the most important person there. يعني هي اهم شخصية موجودة في الدولة والبلد. يبقى هي كده الكوين الملكة. في number seven هنا بقول I usually visit my grandmother. انا عادة ما بزور جادتي وبعد كده اويكي ببزورها مرتين في الاسبوع اللي هي twice. twice اويك. نهلة وبعد كده go out tonight. we tonight يعني الليلة. اه شهازة نجزام tomorrow. عندها متحان بكرة. وبالتالي هنا عبر عن عدم كدرتها في الخروج الليلة. يبقى سادم كانت. my little sister has. اختي الصغيرة لديها وتمتلك ايه? اه احنا بنقول has got او have got. يعني يمتلك. يبقى بنستخدمها got. عندها دول عروسة. وقت وبعد كده سارة got. شايف انت got ديت. تخليك تستخدم هنا has او have. اوكي? وطبعا هنا عشان صار دي مفرد يبقى استخدم ايه? استخدم has. have samir got a beard. هل سامير عنده اللحية? طبعا لو تاخد بالك ان سامير مفرد يبقى اسأل عنه بهاز. وطبع ما تحطها ولاد في اول الجملة تخلي اول حرف ايه? how many lessons do you got today? طبعا got موجودة. يبقى ما اسألش do ولا doesn't. هسأل بايه? has or have? وبالتالي هسأل بهاب عشان you. اما هنا بقول I can't open the door. I have got a key. انا معايا المفتاح. وبالتالي انا لا استطيع ان افتحه. لا. يبقى انا اقدر افتح الباب لان معايا المفتاح. يبقى عبر عن كدرتي بكم? you can giving money to the poor? لا المفروض كان وكانت بتتبع بالمصدر وارجع الفائل ده الاصطف اللي هو give. يبقى تقدر تتبرع بالمال للفقراء. تعالى كده الحين للثلاث اسئلة دول اللي هما بيكون فيهم تحدي شوية وصعوبة شوية. بقول هنا I like meeting. وبعدك people عاوز ان نوصف انا بحب قابل للناس الايه? they are very nice. لان هما بيكونوا ايه لطفاء جدا. يبقى هنا انا عاوز اوصف الناس ان هما مسببين للصفة. مسببين للصفة دلية. وبالتالي هنا عاوصوهم انه ناس ممتعين وشيقين. يبقى interesting people. هو. واخد بالك ان كلمة interested اصلا لفقى الان جي دي بتتبع بايه? اللي فقى ال اي دي بتتبع بم. معناها مهتم بيه لكن دي معناها ممتع. clever, brave and sensible are. يعني زكي وشجاع وحكيم دول عبارة عن ايه ولاد دول صفات اللي هي adjectives. children often. الاطفال غالبا to get what they want. عشان يحصلوا على الحاجة اللي هم عوزينها. يبقى بالتالي الاطفال غالبا ما بيصيحوا. بيعودوا الصحة ويستراهوا كده عشان ياخدوا الحاجة اللي هم عوزينها. يبقى shout. نعم تجي تبص على اللي هو بعنوان ودي عنوان مهم جدا او موضوع مهم جدا عندنا. قلتلك ده هتكتبه زي القصة اللي احنا قرأناها زي القطعة اللي احنا قرأناها وراه. في الصحة اللي لها اللي هو الجزء ده. ووضحته لك. فانت تذكره كويس عشان لما يجي يقول لك اكتب عن كتاب انت بتحبه او بتفضله. اكتب عن اه وامرات الاس في بلد العجابة. وكده بكون وصلت معاك لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو تكون عجبكم. وتكونوا استفدتم منه. ضروري بقى تنزل حالا تفعل مع الفيديو باللايك وتعليق واشتراك في قناتنا مجانة وتفعيل زر الجرس. وما تنسوش كمان تتابعونا على الفيسبوك. عشان بنزل برضو مراجعات وامتحانات كتير جدا. وصفحة الفيسبوك باسم رضا البيون. عشوكم ده على خير والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.